مرة أخرى أهلا بكم إلى التفاصيل حيث يلتقي رئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي باراك أوباما اليوم في نيورك قبل مغادرة الرئيس المصري للولايات المتحدة الأمريكية وعقب مشاركته في الدورة التسعة وستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية إن القمة المصرية الأمريكية ستستمر ساعة كاملة وهي خطوة إيجابية من جانب الإدارة الأمريكية وكان الرئيس السيسي قد ألقى خطاب مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء واسطى احتفاء مصري عربي ودولي بالخطاب قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر بدأت وضع خطة تنمية تنتهي في 2030 وإن مشروع قناة السويس الجديدة هدية الشعب المصري إلى العالم ودع الرئيس السيسي دول العالم إلى المشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي بالقاهرة لأنه سيحقق التقدم لدول الشرق الأوسط كلها موضحا أننا نسعى لدولة تحترم الجميع وتساوي بين أبنائها منوها بأن مصر بدأت تنفذ برنامجا طموحا للتنمية حتى عام 2030 مصر 2030 حلم ملايين المصريين الذين يأملون في غد أفضل لأبنائه مواطنهما بعدما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمتي أمام الجميع العامة للأمم المتحدة باعتباره هدف مصر التنموي الذي تعمل أجهزة الدولة على تحقيقه الوجود ضمن أفضل 30 اقتصاد في العالم يأتي على رأس أهداف الخطة الاستراتيجية في مصر 2030 بحيث يرتفع معدل النمو الاقتصادي من 3% حاليا إلى 10% بعد 25 عاما وهما يخفض نسب البطالة إلى 4% فقط بدلا من 13% في العام الحالي بحزب ما أعلنه وزير التخطيط إيجاد هدف بعيد المدى تسعى الدولة بمختلف أجهزتها لتحقيقه استخدم في العديد من الدول لتحفيز طاقات الشعب للتنمية والتقدم مثل ما فعلت ماليزيا التي أعلنت منذ سنوات عام 2020 موعدا للوصول إلى أعلى معدلات التنمية والنمو الاقتصادية وهو من عكس على حجم المشاريع التنموية بها قناة السويس الجديدة والتي وصفها الرئيس بهدية مصر إلى العالم من المنتظر أن تكون قاطرة التنمية في استراتيجية الأمل التي أعلن عنها الرئيس خاصة أنه من المخطط أن تصل حجم عائداتها إلى 100 مليار جنيه سنويا كما كان من المهم الإعلان عن الاستراتيجية التنموية في محفل دولي كبير مثل الأمم المتحدة لجذب انتباه المستثمرين حول العالم لجدية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات ترجمة نانسي قنقر